بسم الله الرحمن الرحيم شباب مصر العظيم السيدات والسادة الحضور الكريم أقف اليوم موجها حديثي إلى شباب مصر الواعد وإلى شعبها العظيم وقد امتزجت سعادتي بكم بالأمل في امتلاكنا للقدرة الحقيقية لتحقيق أحلامنا المشروعة والتطلعاتنا الوطنية لمصرنا العزيزة إننا نقف الآن سويا على أرض عاصمتنا الجديدة والتي تمثل حلم المستقبل لوطن عزيز مستقر وسابت وقادر على احتواء أبنائه وطن عظيم يكتاز التحديات ويعبر الصعاب بخطة واثقة بعزيمة أمة ضحة وإرادة شعب قرر إنني أؤكد لكم اليوم وأسجلها للتاريخ إن هذا الوطن العظيم يخوض غمار التحدي ويسعى للسلام والبناء في ملحمة وطنية مصرية رائعة نخوضها جميعا بكل الشرف والصدق وقد استقر يقيني بأننا أمة أمة لن ترضى بغير المجد بديلة واجهت وتواجه وستظل تواجه تحديات عظيمة بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين شباب مصر السيدات والسادة منذ أن توليت المسئولية بتفويد منكم تمسكت بما تعلمته في مسيرتي المهنية والإنسانية سواء في الحارة المصرية الشعبية الأصيلة أو في المؤسسة العسكرية المصرية العريقة والذي عزز إيماني العميق بقدرات هذا الوطن غير المحدودة وثقة المطلقة في إرادة شعبه القوية وعلى ذلك رهنت وقد كان رهاني رابحاً وإيماني صادقاً فلولا إرادة المصريين ما كنا لنعبر كل التحديات وما كان للإنجاز أن يتحقق وما كان للعالم أن يستجيب لرؤيتنا وأنا أقولها بكل الصدق أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركتنا المقدسة للبقاء والبلاد ويأتي في الطليعة شبابنا المتحمس الواعي والذي يتصدر المشهد الوطني مقاتلاً يحمي الأرض والعرض ودارساً يبحث عن العلم وعاملاً يصنع لنا المجد ويبني المستقبل وفلاحاً يزرع سنابل الأمل ومبدعاً يثر النفوس بالفن والثقافة وتبلغ سعادتي مداها وأنا أشارك أبنائي من شباب مصر مؤتمراتهم الوطنية المفعمة بالحيوية والوطنية ويزداد إعجابي بهم في كل مرة أتابع نقاشهم الموضوعي وحوارهم الراقي القائم على أسس وطنية وموضوعية وعلبية تؤكد أن ما يجمعنا من مساحات مشتركة أكثر بكثير مما يفرقنا في نقاط خلافنا فقد اجتمع شباب مصر من كل الفئات البرنامج الرئاسي شباب الجامعات شباب الأحزاب السياسية والسياسيين وشباب الباحثين جمعوهم حب مصر في تجربة سادها الرقي في الحوار والتحضر في النقاش وحرصا مني على تعزيز هذه التجربة الحوارية التي تزداد تطورا ونطجا فقد قررت ما يلي أولا تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الباحثين والجامعات المصرية لتكون لتكون على اتصال دائم لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني ثانيا تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل فورا تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزرات المعنية ثالثا قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من شبابنا خلال المؤتمر مع التأكيد على أهمية قيام المطورين على عقاريين المصريين بتنفيذ هذا المشروع رابعا تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة نموذج المحاكاة على أن يتم رفع تقرير بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخه ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني للشباب القادم خامسا اطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا حياة كريمة وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر ومن خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سادسا تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانوني المحليات ومجلس الشيوخ لتقدم بهم إلى مجلس النواب خلال دور الانيقاد القادم مع البدء الفوري في تأهيل وتدريب الشباب على العمل المحلي والسياسي وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري سابعا تكليف شباب نموذج محاجات الدولة المصرية وبالتنصيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة للبدء في تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري ثامنا تكليف الحكومة وبالتنصيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربي والإفريقي للتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة تاسعا تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد شعب مصر العظيم السيدات والسادة الحضور الكريم إن الثقة المطلقة في عبقرية مصر وعظمة شعبها وحماس شبابها يدفعاني دائما إلى البحث عن الأمل والحلم ذلك الحلم الذي لا يمكن تحقيقه الذي لا يمكن تحقيقه إلا بكم والحق أقول إن المواطن المصري قد خاد المعركة بسمود وإرادة قوية وتحمل الآثار الجانبية لإجراءات الإسلحة الاقتصادي بوطنية ووعي ووجه محاولات إرهابه والنيل من أمنه وعزمته بتضحيات عظيمة من أبنائه وها هم شبابه يجتمعون من أجل تبادل الرؤى والسعي نحو رفعته وقرامته وها نحن هنا جميعا متجردين من أجل مصر ومستقبلها مصر ذلك الوطن الذي استقر في قلوبنا في قلوبنا قبل أن نستقر نحن على أرضه مصر التي تخوض معركة البقاء والبناء بالنيابة عن الإنسانية ستظل هي نقطة الطلاق والرقم الصحيح في عالم مضطرب يبحث عن السلام والاستقرار وستظل مصرنا العزيزة دولة سلام وبناء وتنمية وسيظل أبناؤها رمزا للتضحية والعزة والكرامة وبهم إن شاء الله ستحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته